بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرث الثامن والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى قوله والله ذو فضل عظيم وقد سبق الكلام على هذه الآيات وبيان معانيها والآن نتناول ما تدل عليه هذه الآيات من أحكام عظيمة فيوخذ من هذه الآيات أولا فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل كما قال الله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا والشهادة هي القتل في المعركة مع الكفار فمن قتل من المسلمين في المعركة مع الكفار فهو شهيد إذا كان قصده إعلاء كلمة الله عز وجل فإنه شهيد والشهيد له كرامة في الآخرة أحياء عند ربهم يرزقون وله كرامة في الدنيا أيضا في أنه يعامل معاملة خاصة فالشهيد لا يغسل بل فالشهيد لا يغسل بل يبقى عليه أثر الجهاد في سبيل الله وأثر الجراح ليكون ذلك شرفا له عند الله سبحانه وتعالى وكذلك لا يكفن في غير أثوابه التي قتل فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء وحد وأمر بتكفينهم في ثيابهم التي قتلوا فيها بعد نزع السلاح والحديد عنهم كرامة لهم ليفقوا على هيئتهم يوم قتلوا في المعركة ويلاقون الله سبحانه وتعالى بهذا المظهر العظيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ الشُّهَدَاء وَكَذَلِكَ الشُّهَدَاء لا يُغَسَّلُونَ وَلَا يُصَلَّ عَلَيْهِمْ يُكَفَّنُونَ فِي أَثْوَابِهِمْ وَلَا يُصَلَّ عَلَيْهِمْ فلهم ثلاثة أحكام أولاً لا يُغَسَّلُونَ ثانياً لا يُكَفَّنُونَ بِغَيْرِ ثِيابِهِمْ التي دخلوا فيها المعركة ثالثاً لا يُصَلَّ عَلَيْهِمْ لأنهم شُهَدَا عند الله عز وجل وأحيا عند الله عز وجل والصلاة إنما هي شفاعة ودعا لهم والله جل وعلا قد من عليهم وأكرمهم فليسوا بحاجة إلى الصلاة عليهم والشفاعة لهم عند الله سبحانه وتعالى والشهيد كما ذكر العلماء قد يكون شهيداً في الدنيا والآخرة ومن قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا هذا هو الشهيد في الدنيا والآخرة له معاملة في الدنيا ومعاملة في الآخرة والنوع الثاني من الشهداء شهيد في الآخرة فقط وهو من مات في الطاعون أو في الحوادث المفاجئة أو المرأة إذا ماتت في ولادتها فالشهداء كثيرون كما جاء في الحديث والمقتول ظلماً أيضاً من الشهداء ولكن هؤلاء شهداء في الآخرة بمعنى أن لهم أجر الشهداء عند الله في الآخرة وأما في الدنيا فإنهم يعاملون معاملة الأموات فيغسلون ويكفنون كغيرهم من الأموات ويصلى عليهم فهم يعاملون في الدنيا معاملة الأموات وأما في الآخرة فيعاملون معاملة الشهداء في سبيل الله عز وجل ثالثاً في الآيات دليل على حياة الشهداء أنهم أحياء عند الله جل وعلا أحياء عند ربهم وفي الآية الأخرى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ولكن لا تشعرون فالشهداء أحياء في قبورهم لكنها حياة برزخية ليست كحياتهم في الدنيا فمن ناحية الدنيا يعتبرون أمواتاً بحيث أنهم تجري عليهم أحكام المواريث وأن نساءهم تعتد وتتزوج من بعدهم فهم في الدنيا يعتبرون قد فارقوا الحياة وتجري عليهم أحكام الأموات من حيث الميراث ومن حيث اعتداد نسائهم وإنما هي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال ولكن لا تعلمون قال سبحانه أحياء عند ربهم أي حياة خاصة فهذه حياة الشهداء عند الله عز وجل وفي قوله يرزقون دليل على أنه لا يجوز الغلو في الشهداء أو غيرهم من الأولياء بأن يطلب منهم ما يطلب من الله جل وعلا بالدعاء والاستغاثة وطلب الشفاعة وغير ذلك لأنهم لأن الله قال يرزقون فدل على أنهم محتاجون إلى الله أنهم يرزقون فهم بحاجة إلى الله عز وجل ولا يرزقون ما قال يرزقون بل قال يرزقون فهم محتاجون إلى الله عز وجل فلا يطلب منهم شي ويروى في هذا قصة وهو أن رجلا من المخرفين قال لعامي من أهل التوحيد إن الله جل وأنتم قال هذا المخرف لهذا الموحد العامي أنتم تحتقرون الشهداء ولا تطلبون منهم شيئا مع أنهم أحياء عند ربهم فقال له العامي ماذا قال الله هل قال يرزقون أو قال يرزقون قال بل قال يرزقون فقال أنا أطلب من الذي رزقهم أن يرزقني ولا أطلب منهم شيئا لأنهم هم يرزقون ولا يرزقون أحدا فانخصم هذا المخرف فالشاهد من قوله يرزقون هذا فيه إبطال التعلق على الأموات ولو كانوا شهداء ولو كانوا أنبياء ولو كانوا أولياء لا يتعلق عليهم بطلب الحوايج وغير ذلك مما يفعله حباد القبور هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر